عوده مجدده احبائي رجعت لكم لانه ما نفرقش معكم هذا النعر هذا طلبه اسلاميه طلبه اسلاميه عندنا الدرس الايمان والغيب وايمان العلم ايمان والفلسافه يجبكم تعرفوا شن هو الايمان طالح لهم بالثلاثه شن هو الايمان شن هو الغيب شن هو العلم شن هي الفلسافه هادو المفاهيم الايمان والغيب سنعرفوا الدلالة دياله ايمان صادق شن هو الشروط ديال ايمان صادق تأثير دياله في القلب في التصور والسلوك اذا مني كنوا مؤمنين فكيكونوا احتصروا في الدنة كتبين بان احنا مؤمنين كنستحضروا رقبات الله كنخافوا من الله كنستبروا كنرضوا القضاء خيري وشري كنشكروا الله عن النعم كنستحضروا كنحاولوا ان ندروا العبادات او لان نتعدوا عن المحرمات وعن المعاصي لاننا كنستحضروا بانا كننشي حاجه اسميتها اليوم الاخر الاخرة والحساب في الاخرة ايمن والعلم سنعرفوا شنوه العلم المصادر العلم المصطور المنظور المصطور اللي هو الكتاب والسنة علم منظور اللي هو التأمل في الكون وكان رغو نعارفوا بانا اه هاد درس هذا درس هدا كيقولنا بان الا كن يعني شنو العلم سنو قصد به قال فى الكتب الى كنو كان امنوا بالغيب فانا كان امنوا بالكتب اذا كان التمدع على الكتب اذا.» اذن كنديروا. هذه العلاقة الايمان بالعلم. الايمان بالعلم لي كان كنقن عنا العلم فستنديروا العمل, احنا كان امنوا بالله وعننا العلم الى ما قرنناش بالعمل ما كانش بحالي العلم ضروري خطي يكون مقرن بالعمل باش كانت تسمي بان احنا راح نستفتنا و احنا مؤمنين حق حقين و احنا مني كان نعتمدوا على الكتاب و السبناش كان دلو كان يكونوا داينين تفكير فلسفي التفكير الفلسفي اللي كان نبحثو فيه على معرفة وجود الله دائما ناتشي كامل طلع باش نعارفو يعني الدروس الطربة الاسلامية كاملة كتخدم التوحيد نعارفو وجود الله و بنوحده الله كنعملو يعني التفكير الفلسفي اللي ما كان صغؤ فادئيات اه كان ديرو فردية كان صغو اه يعني كان حاولو لقaveة كان ديرو كان صغو اشكاليات كان وضعو اشكاليات كان صغوا الفردية باش كاننصلو لا اليقين لوك الله سبحانه وتعالى وجود الله سبحانه وتعالى اذا هنا هنشوفو ان هو التفكير الفلسفي كاذن تقدير ديالو على العقل لان عقل فطري وعقل مكتسب. هذا العقل مكتسب يطور العقل وقويه. وضعنا على بنوروش وقال لك شو العلاقة ما بين الفلسفة والإيمان. قلنا بأننا لا تعرض ما بين الفلسفة والإيمان لأننا بجوجهم يقوداننا إلى معرفة الله. الدرس رأي عندكم ورجعوا له تخدموه. سوف نشوفوا دابا اقتداء. هضرونا على الصرح الحوديبية وفتح مكة. هضرونا على الرسول صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشرا. وهضرونا على عثمان بن عفان. خسنا عرفوا الصرح الحوديبية شنو هي هاد المعاهدة. شنو هي المعاهدة? شنو ما البند المعاهدة? شنو هي فتح مكة? شنو ما النتائج فتح مكة? شنو ما هو الأسوس اللي اعتمد عليها الإسلام يعني الأسوس اللي باش نتشب الإسلام. عندي في الدرس. دخلو خدمو عليها. شنو هم الصفات اللي تميز بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في تاكل فتح مكة? طبعا العفو والتسامح. هم الصفات اللي كي يتشارك فيهم مع يوسف عليه السلام في الصورة ديال يوسف. عثمان بن عفان كيت تعرف بالبدل وبالحياة. وعنا الدرس اللي هو العفا والحياة. الدرس ديال التفاوض والتشاور راهو عندو علاقة بالصلح الحديبية لأن حتى الصلح الحديبية راهو ما داروا تفاوض. من يرسلو عثمان بن عفان يتفاوض مع سهيل بن عمر يعني ما داروا المفاوضة. سيفتو عثمان بن عمر باش يرفاوض قبطو عندهم حتى يعني قالوا يمكنها قتله ولا رامد. ومن بعد عدل القريس سيفتو تلثو هاي بن عملي عرفت بأن رسول صلح المسحبة غادي ديروا باعة الردوان تحت الشجرة. حافي؟ هنشوفو دابا إذا درس عثمان بن عفان غا تعرفوا شنو ما شنو ما فين بين البادل ديال عثمان فين بين الحياة ديال عثمان طبعا حفر بيء روما يعني يعني الجيش يعني كيفاش نسميه جيش العثرة اللي هو انفق عليه انفقه في الحرب وتوسع ديال المسجد النبوي وعد انفقه في المجاعة من يجته داك القافلات ديال من الشام وفرقا على الفقاراء في الوقت ديال أبو بكر صدق إذا هنا سلينا هنشوفو دابا درسي الاستجابة عقلو الولاد تزكيه التانية الاقتداء والتأسي التالتة الاستجابة الاستجابة فيها الزوج والطلق ورعاية الأطفال يعني الزوج والاطلاق والولاد باين هذه استجابة لان ربيعني مجموعة لالتعاليم وقال لنا التعاليم خطوكم نطبقوها نحنو نستجيبوا لهدي التعاليم وكان نطبقوها نستجيبوا لأوامل الله فحنا وتعالى الي لاثن الزواج , مقويمات الزواج . الخطبة المقدمات الزواج نعرفو ما هي الخطبة نعرفو حوصة اختيار الشركه اعرفو مش الاركان زوج المحل والصادق والشهاد والصيغة ونعرفو شو ما المقاسد يزعم لاش الزوج يفرضو على الزعمة قلنا مقاسد لتلبية كده لتلبية كده لتلبية كده لتلبية كده رجعوا للتفاصيل وغادي من اجل تحقيق استقرار الاسرة خاصنا نكون عندنا واحد المجموعة ديال الصفات واحد المجموعة ديال الاعمال اللي كاقوموا بها أي حالة هذه الانتظار الي هى تحمل الاده الي هي صاب يتسامح الي هي تفاوض الي هي الاشياء اللي هما هما الدرس لقارن كمين يعني لي مدرناش ذاك شي الزوج تفركش الي هتفركش غمشوا لدرس ذا للطلاق ولكن الي حنا ساعدنا حاولنا ان حنا نتسمو بدك الاكداء الصفات الحميدة وبادك التصرفات او لقد قيم هما متسمين قيم الي استعملنا ذاك القيم فما غاديش نطلقو اذا هنا لتفادي الطلاق نستعملوا هذا اذا اسباب ديال الطلاق هو عدم لك الشي اللي كتبنا في عدم لتفادي الطلاق دي معا مثلا عدم علش كنت لقوا الاسباب ديال الطلاق عدم تحلي بالصبر واليقين عدم تحلي عدم تحمل المشاقة ولا تحمل الادا من طرف احد الزوجين الخيانة الزوجية عدم الاحترام متبادل عدم عدم دائما كدي تكلمة عدم وضعوا واحدة لكل الكلمات طبعا احنا دا بينا مشينا الى مجلس حناش في الزوج كمشو الاطلاق سنعرفوا شنو الطلاق شنو ما الشروط ديال الطلاق السني يعني كين طلاق سني طلاق بيدعي الطلاق بيدعي هو اللي لا يتوافق مع السنة النبوية ماشي ديالنا هذا الطلاق ماشي ديالنا دوك احنا هنضروع طلاق السني طلاق السني هو اللي في طلاق الرجعي طلاق اللي بينونا صغرى وبينونا كبرى طلاق الرجعي ولي كيردو راجل كيرد مراته في وسط العدة وخي يبقى لها غساعة باش تكملها العدة وردها كترد كترد ممكن انها تورط معا ممكن انها يخليها في الدار يصرف عليها في داك العدة ديالها سواء كانت تلات اشهر و تلات قروء او لح تتوضع الحمل ديالها اذا ضروري يصرف عليها و تتورط معاه و ممكن تلقى معاه في البيت دياله كما يمكن انه يسكنها ببحدة و يصرف عليها في داك الفترة العدة و دايما كتبقى كتورط منه اذا مت احدهم اذا اذا طلق خلاص شرط الطلق راح نعرفينهم ان يطلقها في الطهرين الا يجمع بذلك الطهر ان يكون بطلقات واحدة تحت اشهد العدلين وتحت مراقبة القضاء و يبدو يدللهم جلسات الصلح و مليكة جلسات الصلح كتبوا ابي الفشل سماعت كيوقع الطلق دبا نقولو حكم ديال الطلق حكم الطلاق وطأوى مباح للطرورة القصوى يعني ممكن احنا نبيحوا الرجل في قشمارش قتل و يتطلق و يتطلق و يتطلق لا حتى كتكون شى سبب مقنع لانه 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 كين الوليدات تماما يعني ممكن احنا نغامروا بواحد الناشئة بواحد الاطفال يوم لا دنبا لهم الا ان الابوين ديالهم لا تفاهموش اذا كنحاولو انه يعني لك هدو مش كيكونو ديال جلسات الصلح في المحكمة بالاجل يعني الحل المشكل بطريقة او اخرى ولكن من كي تكون سافي العلاقة مستحيلة هذا هو لغى يسولونا المشروعية ديال الطلق اه لاش الطلق اربي اه شرعو يعني كان الله سبحانه الله يقول لك لا اصبر عندك مشكلة مع رجل انت قلس لا او لان الرجل عنده مشكلة مع مرة يبقى قلس لا اربي يقول لك نرفع الدارة لان احنا الله سبحانه وتعالى كعبد دياله يبقى ان يعيشنا في السعادة وفي الراحة يعني يخصوكو عنا اضطمأنين وحط راحة نفسية يعني ما يمكنش انا عيش بواحد الانسان اللي هو غي يعدبني وانا انا كنعدبوه وانا كنت عادبوه احتنا نموت ولا لا يعني العمر طويل يعني هذا نقم يمكنش الاربي شرع الطلاق من اجل رفع المشقة عن احد الزوجين مثلا الازواج الازواج اللي كيكون عندهم امراض كي الازواج اللي كيكون عندهم مغيق قادرين على النفقه مبزادي الاسباب مهم راني بطلقكم سما بالرغم انه طلق هو يعني شرع الله سبحانه وتعالى وقال بانه اه حلل ولكن لي دراجة القصوى ولكن عنده اضرار على الاسرة وعلى المجتمع طبعا الادرار الوخيمة اضرار على الاسرة ان الاسرة تتفكك كيتحرموا من العاطفة اضرار على الدراسة اما على المجتمع فطبعا هادوك الوليدات اللي كيتسمح فيهم باهم ولمهم اولا كيتلقوا فكيبقوا عرضة للشارع عرضة للانحراف عرضة للتشرد عرضة يعني للهضر المدراسي ما كيقدرو يبقوش مشيون مدراسة كيكونوا عرضة للقتل للاختصاب بزا اضرار على المجتمع شنو نعرف اخر هدي نعرفوا شنو هي العدة طبعا بعد التلاق قد تكون واحد المدد العدة هنا غدي نقول لكم الى تحطط لكم الوضعية وقتلكم العدة دي المرأة ما حد دولك لوش يائسها او للمرأة التي تتحد يعني لولا يعني المرأة العادية المرأة العادية هي المرأة التي تتحد اذا حد دولك قال لك المرأة يائسة فتما كتمشيونيشن ثلاثة اشهر اذا ما قالو لكمش يائسة كتعتبروا مرأة عادية ثلاثة اطهار ثلاثة قروة يعني الايات اللي كتحدد الله صحانه وتعالى بجلالة قدره كقول لك نعودها بجلالة قدره وعظمته سبحانه اطهنا دي طي ضي طي طي كيقلب هو كيشوف ان المرأة واش المرأة التي تحد ولتي لا تحد ولتي يائسة والتي الحامل والتي توفي عن زوجها والتي لم يدخل بها سبحانه لا اله الا هو الدي طي الدي طي باش كل واحد يصن الحقوق باش شوف قدره لتش المرأة عند الله سبحانه وتعالى قيمة كبيرة قيمة كبيرة كي قسمنا قسمنا الخمسات الانواع اذا نقل لك هذي الاتحاد ديله لها ثلاث قرؤ ثلاث قرؤ ما كاملاش ثلاث شهور لانا نقل لسكلا او مثلا دوره فيها 28 يوم اذا ما كاملاش غتكون شهرين وشهرين ونص تقريبا المرأة التي يائسة كان عطيها ثلاث اشهور ثلاث اشهور وثلاث اشهور ثلاث اشهور وثلاث اشهور يعني كتسمى العدة وامتنع الزوجه مطلقة مطلقة اذا انتناع المطلقة عن الزواج يعني ليس تلقى اليوم تصبح تزوج تلقى اليوم وتصبار مع راستها تان شوفوا ذاك الراحم دياله واش فيش شبابه واش فيش شجانين او لما فيش لان الله سبحانه وتعالى كما يحافظ على المرأة والحقوق لا يحافظ على الاطفال والحقوق ديالهم الله سبحانه وتعالى ما بغاش يتم تلك الاختلاط الانساب فلان احامله ودوجهات براج الاخر ودوجهات الاخر ودوجهات الاخر ودوجهات الولادة التانية هاتش اراني شرحت لكم في الواتساب نتمنى انكم تكونوا تصنطوا لهما جاوكو بشتوال بخصكم عندي مندير ضروري نتواصل معكم بالطريقة فهنا نقول لكم بان المطلقة كنت اكد للعدة لنتأكد من براءة رحمها شور كافي لان في شهر الاول شهر الثاني المرأة قد تحس بواحد الحركات في بطنيها بانها حامل تحشي حاجة تتحرك حال المصارين يتحركوا في الشهر الثالث انا كيكونوا عليهم اكتمل كيبقايا كيزيد الاطراف دياله كيكبروا كيواليك العقل وميمين كيكونوا ذاك يعني كيكتمل بشكل اخر اما القلب كيدراب رجلات يديدات كيكونوا كاين لا تحشي بأن كيين لديها بابا فكر ممكنش اما بالنسبة للمرأة الحامل والمرأة الحامل احنا مأكدين بأنها لديها الجانين يعني لك كنت تقلبوا على البراءات الراحم الراحم غير برئ فهي الجانين إذا لمجرد ما تنزل لك البابا او لك الجانين يقول لك طفل اه ثم يعني احنا كنت اكدوا بأن هذا الطفل هو الاب دياله هو الاطلاق كي تكتب له في سميته سعلينا ما يمكنش لمراكة حاملة لأن الله سبحانه وتعالى عرف بأن كايين الشي اما هاد اللي غادي يخبعوا ما في بطونه هنا وعملنا آية قرآنية راها عندكم في الدرس بأن ما يخبعوا اللي يفكر شو باش ما يكونش طبعا اختلط الانساب واللي صيانات حقوق الاطفل ويرعى حقوق الاطفل الله سبحانه وتعالى كي رعى حقوق الاطفل اذا اه اه احنا غادي يشوفوا الحميل سفي وتوضع الحمل دياله سلينا معها اذا كانت مطلقة اذا كانت مطلقة مطلقة انا كانت مزوجة سواء ندخل بها سواء ندخل بها سواء ندخل بها انا مثلا واحد الانسانة ازوج بواحد الشخص ومات وماذا مدناش العرس لم يدخل بها عادي يعني هذا الانسان هذي ركن الزوج دياله اذا دبال عدة اللي عند العدة ديال المرأة المتوفى عنها زوجها ولا لانه في النية انه سيدخل بها زوجه دياله ومن ادران بانه لم يدخل بها سران وما قدرواش يقولوا الاسرة دياله ما ادرانه اذا هنا المرجح المرجح انها تاخذ لالعدت دياله ديال عدة الارمالة ماشي عدة المطلقةة انها الم يدخل بها لي Naj��려 التلقة ولم يدخل بها هي اللي عندها لا عدة لها مطلقة لم يدخل بها لا عدة لها المرأة المتزوجة ولم يدخل بها وتوفي عنها زوجها لعدة المرأة المتوفعة عنها زوجها. إذا كنا نفكروا هذا هو إذا عجبنا شي تعاليم أخرى من غير اللي قالنا الله سبحانه وتعالى لو أعلم. مع العلم أن المواضع أو الوضعيات المعقدة بحال هذه اللي تقدر تدير السلامية ولمشاكل. ما كان لهم شي يطيحوها لكم. يعطوكم يعبروا ما مرأة متزوجة ولا ما يعطوكم طبلوه كي يكون في كل شيء ولكن عدري من الأجيات التوضيح. مطلقة بدون أن يدخل بها هذه كتما مطلقة لا عدة لها. المرأة اللي مت لرجلة سو أن دخل بها ولم يدخل بها رجلة مات رجلها ومات. عدة المرأة متوفعة عنها زوجوها. يقول كلها ولم يدخل بها وباش عرفتي كنتي معاه. باش عرفتي لم يدخل بها. باش عرفتي. لأن هذا اللي صحيح و تعالى مأكد على حقوق الأطفال. من المرأة مات ودخل بزوجته ولم يخبر أهلها ولم يخبر التشيح في بيناتهم. وهذه الإنسانة حامل. باش عرفو حينيها بأنها حامل. هذه السيدة اللي قلت لم يدخل بها ولم يدخل بها. مات الزوج ديالها من حقها تزوج له. يعني أسبوع المقبل دير العرس وتزوج وهذه كتيرا كي يدر في القرية في العالم القروي كتيرا. في الوسط القروي كي يقول لكم ماتل رجلة ماتل قدر عندي هنا يا نزوجوها. ماتل قدر عندي هناك حامل ولم يدخل بها سرًا. ما هو؟ هذا الجانين دمًا. الرجل اللي ماتل او الرجل اللي عدد سوج. مهم ده بين القوسين لأن هذا الموضوع الترحيلية بزوجة في الوقت. أنا قريب العقل ديالي كي يبال هات. درت بحث في الانتغنت وأكدوا لي هذا الشيء اللي كي أقول أنا فأحبت أن تضع. يمكن الأساتي ده الأراء دي يوم تختلف. مرحبا بالأراء المختلفة. نحن كنتقبلوا جميع الأراء. أنا منكرش أن يكون غالطة وعندي لي صحح للماء ولكن بالإقناع. أنا نقتنع بهذا الشيء بالرأي المعارض. مرحبا هنا موجودة. إذن ندوز المرأة. كل الناس في دوكسرين المرأة سليم يدخل بها. المرأة متوفعة زوجوها ربع شهر وعشر أيام. لأن كاين آآ آآ قرآنية محددة لهذا الأشهر. هل يشوفوا ده بقى المدخل الثاني ومدخل القسط. اللي قلنا اللي فيه الحقوق. يعني حق الله حق النفس وحق الغيب. هيدو لكم حق البيئة. غيب قال لكم تسد الحقوق. إذا نريد أن نعرفوا شنية الأمانة. شنية المسؤولية. دائما داك الحديد ديال كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته. عقلوا عليهم زيان. دائما داك المسؤولية شنو هي. وكيفاش إنسان مسؤول. مسؤول إنسان عن الوقت دياله. مسؤول على جسد دياله. مسؤول عن نفس دياله. مسؤول عن. عن أسرة دياله. مسؤول على المنصب اللي هو فيه. مسؤول عن يعتدكم عرما. الأمانة كي الأمانة ديال النفس. الأمانة ديال العرض. أمانة النسب. أمانة ديال العلم. أمانات كثيرة. أورا عندكم في الدرس. وغادي يقول لكم بأن. العلاقة ديالهم. الوفاء بالأمانة بالمسؤولية. هي أن تتوفي بالأمانة. وتحافظ عليها. مع الاستشعار والشعور بالمحاسبة والمسألة. من طرف الله سبحانه وتعالى. لأن كل واحد في ناعة الغداء والقيمة. عن ما أقدم عليه. وما فعله في الدنيا. حق النفس هو. والصبر والياقين. سنعرفوا ما هو الصبر. ونعرفوا ما هو اليقين. الصبر دائما كأقول لكم. هو الصبر. هو تحمل المشقة. بدون جزعين ولا شكوى. يعني. لو كنتي سابر وكتقول. هاوي لي. وكتلطم وانا. وبكاوت وتنخطط وكشي. أرى ماشي صبر هاداك. صبر هو التبطر عزك. وتقول. انا. ديالله. انا ممكن. تعرض للمو. يعني. فراق. شي حد من الأسرة. ممكن مسآنة. ممكن نمرض. ممكن. يوقعوا لمشاكل. يمكن توقع لفايد. ممكن ممكن ممكن. يعني. دائما. انا في الدولة. ربيك يدير بيام ما بغى. انا كنت. كان عمل. ياك. وربيك يعمل في ياللي. يعني. احنا مصيرين. من طرف الله سبحانه وتعالى. الاقدار ديالنا معروف. يعني. عارف الله سبحانه وتعالى. احنا كنعيشه النهار. ما عارفيش غدا شنو فيه. دائما. من الغيب وهنا. ود العلاقات ديالالايمن والغيب. بعد الدرس ديالالايمن. ديال الصبر والياقين. يعني. ان احنا كنصبرو. انا ما عارفيش مكين في الغيب. لان ربيكو كان. ما حجبش علينا الغيب. وبكنش. يعني. 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 بحالنا. وعطانا هاد الطمأنينة. اني اللي كنت عارف راسي غدا. كنت اليوم انا نهضر معاكم كوراني. كان بكي على غدا غنموت. كنت عارفة جيني ما تغنى مرض من دابا شحر. انبقى من دابا. وانا كان بكي حد كنت سنتك الشحر. فقاش يجي حد تغن صباح مريضة. حتى انا عارفة ام تغن صباح مريضة. ولكن الله سبحانه وتعالى. رأفة تنبينا ورحمة تنبينا. فهو. خلانا ان احنا. ما نعرفوش الغيب. كنت نزل على رأسنا الله. ما تقدر لنا مقادر د الخير. ويكتب علينا مكاتب د الخير. فكن نكونوا تحت الله. وملي كي يوقع عندنا شيحنا. نجحنا. اخذينا شي حاجة زوينا. عشنا واحد حياة زوينا. وجدنا شي حاجة زوينا. وجدنا شي حاجة زوينا. كنشكروا الله على النعم. صلوا الجرقية على الشكر لله سبحانه وتعالى. وقلوا له شكران يا ربي اللهم. اننا نشكرك ونحمدك. ولكن لا. وجدنا شي حاجة خيبة. وفننا مثلا. مثلا. في الاب ديالي. مثلا. اه. مرضنا. وقعدنا شي مشاكل. ولا. وقفنا احد افراد الاسرة. اي حاجة وقعت لنا في الحياة. من مشاكل للحياة. هي شدائد ومشاكل ومصائب. فهنا. شنو كيوقع. كي. كي نرضاه بالقضاء والقدر. وكنحث وكنفوضه امرنا الله سبحانه وتعالى. وكنقول نحمدك ونشكرك يا رب. وكنقول اللهم الاعتراض. اللهم اننا. لا. يعني. نسألك ارد القضاء. وانما نسألك اللطفة فيه. وكنرده بالقضاء بالقدر. كنصبروه مع اليقين. هاد اليقين هي المفتاح. يساروت. الى صبرتي مع اليقين. ربتي يقول لك يا جاو اعبدي. انت اللي صبرتي. وعندك اليقين في انا نسا اوعوضك. هاد تعوض يالي وكنت تعوض يالي كبير بالزب. وهذا حاله الانبياء. سيدنا يوسف. سيدنا ايوب عليه السلام. عليهما السلام. سيدنا يعقوب. كلهم عدزوا من الميحان. يعني تحنا اللي عدزنا من الميحان. ما نكونش حسن من الانبياء والرسل. يعني الناس. اللي كي بغيهم الله سبحانه وتعالى. يختبرهم. يختبر الايمان ديالهم. يختبر الصبر ديالهم. كي يرشوف انا بلاسه يحطهم. يعني في الدرجات العولى والعليا. عند الله سبحانه وتعالى. اللي هي الدرجة الاحسان. ان من كتتصبر انت. عندك اليقين. عندك اليقين فقاش. في الله اذا انت تؤمنوا بالغيب. هاتش في القرآن اذا انت تؤمنوا بالعلم. شنو باش عرفت هذا الشي. درتي تفكير. درتي تفكير فلسفة. اذا انت مؤمن صادق. اعتمتي على المصادد العلم المعروفة. اللي اعطاهنا الله سبحانه وتعالى. وعرفتي وخرجتي بهذا اليقين. وخرجتي بهذا القرار انك غتصبر. حيث الصبر طالب الله. ان الايمان عنده علاقة بالصبر. قبل من وصل لمندوج العفا واليحياة. هدي نرجع بان الامانة. ارجع للحق لله. ثم الامانة البحر بهذا العقلという。 الثلاثة الايمانة بالسجوم. لا يفيد منها بالسجوم серьез من واحدة لا الميزانة العقل عيدها. تعالى بالسجومmiyor. يحدى بالقل هاتشي بالFA اتطول القرارة. للمحظة لا امانة لمن لا دينه. لا امانة عندك bakın في عهدها لا امانه إذا لم يكن لدين منها أعديد. لسرق شو واحد شو حاجة دياله ولا ادى شو واحد دياله او لا هضر فيه او لا اعطينا اسرار وفشهم او لا مثلا الامانات كلهم امانات العلم كلهم فانسان كيكون غير مؤمن هو مسلم غير مؤمن مسلم ولكن ماذا نكون مسلم صادق لا مؤمن صادق او لا استحقاق او استحقاق لا 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 لارفة والحياة يعني ان تستحصم عن المحرمات وكتعفف نفسك وهي الحال ديال اليوه كافر عن مؤمن صادق السلام انه استعففه ولم بعد ما روادته زلقه عن نفسه. ورفعه عن المعسية واستعصمه عن المعسية وخاف الله. اذا دائما الحياة والعفة هي اه كتكون ان استحضر رقابة الله. انا ممكن مثلا كنتش بحث غير نبوح دي ممكن درج حال من حاجة. ولكن دائما لك نستحضر رقابة الله فما كي ممكنش ندير. لان نعرف بان كين واحد العين تراقبني. تراقب تصرفاتي. الله سبحانه وتعالى كي يطلب منا واحدة مجموعة دي الاشياء نقوم بها وبعد مجموعة الاشياء نتفادوا ونجنبوها. فمليك تدير ما اه يعني يأمروا به. فانت مؤمن صالح. لان ما كديرش حاجة اللي اه تنافي الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية واوامر الله. فانت مؤمن. كدس نالجزاء اه يعني مش الجزاء كدس نالعقاب ما عند الله سبحانه وتعالى. اذا هدو اربعة ديال تجليات العفة راني قدس إلا دلنا الخيانه. اه الدرس الأمانة عنده علاقه بالزياج. اذا كنا اه FalCO اذا كنا كنا كان الا اه كنا لانيا ان الامانة ходوا حافظوا على الامانة. عادم الخيانه خيانه چطعه بها ابط faux الزوج خيانه الزوجية.uldان حافظوا إلا ما كان خانوش أن واحد حافظوا على الزواج اذا الخنك بنشر الطلق اذا هتو ابو للدرسه عنده علاقه بالزياج والطلق. كدلك اه. في رعاية الاطفال الخصص حققهم اذا هذا ما قلت اشتاع اطفال حققهم عنده علاقة بما ان كان زوجه من اجل الغاية الزواج انشاء اسره غايته الاحصان والعفاف وانشاء اسره مستقرة يقولك شنو الغاية الزواج راكينين في اطار مرجعي غاية الزواج الزواج هو انشاء اسره مستقرة احصان والعفاف يعني من خاف على نفسه الزينة كيتزوج من خاف على نفسه معاظي كيتزوج يا معشر الشباب من سطع منكم الباءات فليتزوج فانه له وجاء اه فانه اغدوا للبسار واحصنوا للفرج فما لم يستطيع فعليه بالصوم فانه له وجاء يعني هذه التخريجة لان الله سبحانه وتعالى عارف النفس دينا والنفس الامارة بالسوق عارف لان الشباب يبغيوا يتروي 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 فقالوا لما ليه ما قادرش الغاية والسلام ليه ما قادرش يتزوج ما عندوش يعني القوة وما عندوش المعنى يعني المادة ما عندوش ما قادرش انا يتزوج القدرة المعنوية والمادية ما عندوش فاي صوم حيتي كيتصوم الصوم كي كي يجعل الانسان يغدو من بساره ويغدو من يعني وكي يحصن راسه فالغاية دي الززوج هي الاحصانه والعفاف واذا يتوفر الززوج فعليه بالصوم اذا علاش هنا باش الاطفال احنا كان نولده الاطفال اذا تورج الاسرة انها تربي الاطفال وتعلمهم وتقريهم وكان حقوق تي الاطفال في المجتمع كان الحقوق ليه في الاسرة كحق النسب والنفقة والحضانة والتعليم والتسمية واللعب وكذلك الحقوق ليه في المجتمع كان الحقوق في الاسرة وكان حقوق العامة حقوق العامة تهيئة تعليم تهيئة الطب الحقوق المادية والمالية كان الحقوق يعني القانونية اللي مثلا شي تفل تعرض لشي حاجه شي تحرش تعرض للاغتصاب يتعاقب على الانسان اللي لآداء الطفل فكيتعاقب حال كيتعاقب يعني وخا هو الطفل اذا ما يحيث هو الطفل ما نعاقبوش من لي لآداء لا يتعاقب يتعاقب دونك عندو جميع الحقوق وكان قوله بأن الطفل كان اطفال دوي الحتياجات الخاصة ولدوي القدرات الخاصة او كان الاطفال اللي هما متخلى عنهم هادو من الحق لنا يعني الحق ديال هاد اطفال هادو انهم يعيشوا في اسره ولكن للأب ديالهم توفى او للأم ديالهم توفات او للأب وين توفوا بجوجبهم فكيبقوا يعني المجتمع او للدور ديال الخيرية ومالك يربيهم او للأسر او يعني او يعني يعونوهم مديا يعونوهم معنويا يقدروا ينفقوا عليهم مهمة الدرس عندي مشروح مشروح بزاف اذا هنغنشوفوا الكفاء او على العلم والتجربه والامانه حسن الخلق والاستقامه والقوة اذا دائما لامانه يدخل الامان اردت ترزي الامانه كين ترزي الكفاءه وكنشوفو شنين الكفاءه وشنو ه coincيها السيخ Mensch 궁 او التكليف والعلاقناتiyالهمurerات التعليف تعليم ان لا كفاءه بدون استحقق لا استحقق بدون كفاءة ولا كفاءة and بدون استحقق لان الانسان الكف يستحق ان يكلف ان تكلف من يستحق لانه كفء هذه المرحلة نحن نقول بان الانسان اللي يكون كفء هو اللي يقدم نفسه بحال يدر يوسب عليه السلام قال لهم يجعني على خزائن الارض وعرف اسو قادر انه يدري العملية فلم لا انه يعرض الخدمات دياله من الواجب على الانسان اللي كفء انه يقدم الخدمات دياله طبعا ما غديش نشرح لكم الدرس دجارة او الانسان اللي اخبرتك من 30 كتبان قبلتي في الفيديو كيطار فيديو معكم ما فهمش انا كي باش كيطار فالدرس هترجعولو دالك فاولا استحقاق مش روح مزيان دست بدائيا فاني حطها لكم ليس لكم عذر في انكم جي منقتخيبة في الدست بدها دست دل العفو والتسامح اذا في العفو والتسامح كان هتروع لها العفو وشنه العفو اللي هو القدرة على اللي هو يعني هو انك يعني تعفو انك ما تعاقبش هادك اللي اداك او للي تعدى عليك او لا مع القدرة على معاقباتي هو اسقاط حق المتابعة ذي الشخص المخطئ مع القدرت على متابعة يعني العفو عند المقدرة هادك العفو عند المقدرة او اليك كي باش الله صحان وwww او لحد القصر قدتو قدر حد العسر الله سبحانه وتعالى مدير للناس اللي كي يعفوه على الناس مع القدرت على المواقبة تسامح فهو اللين في المعاملات المادية والمالية يعني انه يتسامح اللين في المعاملات. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل بهم بجوج لانه الرسول صلى الله عليه وسلم عنده يعني الاخلاق الحميدة كاملة وانك لعلى خلق عظيم. اخلاق كل ما عنده المذيانين اطام الله سبحانه وتعالى هي باش فضلوا على الناس العامة والبشرية عامة هي باش تعطلوا النبوءة. اذا هات الصفة ديال العفو والتسامح كانت كيتشاطرها ولا كيتقاسمها مع سيدنا يوسف مع اخوته. وكيتقاسمها مع سيدنا يعقوب مع ابنائه. رسول صلى الله عليه وسلم دار هات الصفة هدي في فتح الحوديبية في صلح الحوديبية دارها في فتح مكة دارها معه ثاني في مليقة القراج يا معشرة القراج ماذا تروني اني يفاعل بكم؟ قالوا اخون كريم ابنه احين كريم قالوا قالوا لا اذهبوا انتم مطلقاء ينسمح لهم الناس تفافوا كيف سمحنا واخذنا معمنا فين قال لهم يلا هم اللي حتى السلاح دياله اللي يدخل در ابي سوفيا اللي يدخل المسجد فهو امين يلا يدي اطرق كل دين اسلامي لأنك يقول هذا اروع دين دين اللي غادي حررنا والدين اللي غادي خلينا يعني دوا من الاسوس تريد ان تشعر دين اسلامي الحرية الامن والامان العفوالتسامح العهود هادو كاملين جعلو للناس كيدخلو اه في الدين افواجا 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 افواجيني باش نزلت الصورة ديال اه اه انا اه شبتك الصورة ديال اه صورة لنظر نسيت لها البداية ديالها اه اه نسيت لها مهم اللي جتنيا انا عاود نقولها لكم راكم عارفين دباها الراس عامر اه مهم مشكل من دي من ديال كتبقى اذا هنكملو هنقولو بان انا عاوديني الدرس اللي مراه هو الدرس الثاني مع الدرس ديالعفو والتسامح سنعرفو شمه هو التسامح شنو والعفو اه اه وكاين درس ديبقايات المجتمع شنو والفواحش كي باش انا الاسرة كانت تلقي المجتمع ديلها اه اه تلقي الاسرة ستتوقي اه ولادها من الفواحش كيفاش هذا المجتمع تلقي يعني الناشئة من الفواحش كي باش ان نخصنا نبعدو على الفواحش هاد الدرس دي اعطنا شنو ما الفواحش فواحش الطاهرة والبطينة وكي باش نلقي ولمجتمع وعطر او اه اراجعو الدرس با اخر فيديو وقيل هذا من الفيديوهات الاخرانيين ديال التربية الاسلامية. اخر فيديو بالتربية الاسلامية راني شرحها لكم بالتايم وميل تاورجعو لوا عفاكم ورد درس عدية لكم بتا اف وخدمو عليه. انا كتبالي تخون سيس. دونك غادين غادين قلكم بانا كين فيديوهات كي شرحوا الشطر اول والتاني والتالة والرابع والخمس. بالمصطلحات بالقيم المصطلحة بكل شي. رجعو لوا تاولوا وتتفهموا التربية الاسلامية. وتحفظوا الدروس. ردالكم شطر الخامس. بالنسبة المضامين ديالايات راني نسيفت لكم القيم المصطلحة راني نسيفت لكم. بالنسبة. حفظ الدروس حفظ القرآن قسمت القرآن الى اه الى ايات يعني حاولوا كل ايات بوحدتها مازال عندكم فين اما اقول لكم شرككم مش عليكم الحل لانا ما يمكنش تقول لكم هذا الهضرة ولا يبقلكم يومين ما قدرش تقول. يعني تلا غيجيب زيرو غيجيب ثلاثة ولا غيجيب ثلاثة يعني دائما كل ما قرينا كل ما كابرنا كل ما كان ضعفوا الحدود زدنا القيطة. ذلك ما عما عمري غنقول لكم لا غيسيرو نعصوه نشدو كاشا ونعصوه نمتحاني دوز وعدفاقه. لا. خيب قال لك النهار وحفظ تغيط درس دك النهار كتضاعف الحد ديالك بانك تاخد نقطة ولا نصف نقطة دو بلوس زائدة. هذا هو الكين الفرنسية سوف ندرها بحدي لان ما يمكنش فيديو يكون كطول من هكا. وحبكم دائما وإلى اللقاء في الفيديو المواني. ترجمة نانسي قنقر